وبيشرفنا الآن الزميل العزيز محمد الفاز للتحليل بقى الأرقام بتاعة ماتش النهاردة والأرقام كلها هتلاقيها طبعا في صالح النادي الأهلي منوارنا محمد مساء الخير كابتن أيمان مساء الخير على الكباتن وكل سنة حضافنا من أخير ها الأرقام كلها للنادي الأهلي نفس المباراة سابقا إمبيكت كل الأرقام للنادي الأهلي رغم التعادل طبعا خسارة نقطتين مهمين المراضي مكسب هو الحمد لله المراضي مكسب حمد لله أكيد وصلنا للهدف 23 ثالث أقوى خط هجوم في 10 مباريات ممكن أن تب الفرق الأخرى سراميكا مثلا 16 مباراة احنا الأفضل أو 17 احنا الأفضل طبعا من ناحية التهديفية والمعدلات التهديفية وناحية الهجومية بس النهاردة عايزين نقول حاجة كابتن أيمان قبل المباراة كنا بنقول زد فريق زد ملك التعادلات يعني من أكتر نسب تعادلات عنده 9 تعادلات وحتى الخسارتين في آخر 7 مباريات عنده كان تعادل حتى الدية 90 صح وخسر في بلاست 90 يعني فريق بيتماسك رغم أنهم عندهم صوف التمركز صوف الرقابة في الناحية الدفاعية في خط الدفاع في مساحات في خط الظاهر خلف الأظهرة ولكن ومع كل ذلك بيقدر أنه هو يمسك المباراة 90 دية تعادل ولو خسر بيخسر في البلاست 90 وده اللي حصل تقريبا معنا النهاردة عايزين نتكلم على أرقام المباراة بقى ونشوف الاستحواز والفرص والتزديدات وكل التفاوط للنادي الأهلي النهاردة يعني 1-0 استحواز إجمال المباراة 60% مقابل 40% عايز أقول حضرتك الاستحواز في الشوط الأول فقط للنادي الأهلي وصلنا ل 62% مقابل 38% التزديدات طبعا الأخطاء 10 ضد الأهلي 8 ضد زد الركنيات 8 للنادي الأهلي مقابل 3 لفريق زد تسلل مرتين أهلي وزد مرة واحدة ما كانش بيوصل لناك أصلا عشان يقع في تسلل المحاولات والتزديدات 23 تزديدة للنادي الأهلي منهم 7 أونتارج عايز أقول حضرتك أنه كان فيه 10 تزديدات في الشوط الأول للنادي الأهلي 3 أونتارج التلاتاشر كان في الشوط الثاني المحاولات أو التزديدات للنادي زيد كان خمسة فقط في إجمال المباراة واحدة بقى وفقط أونتارج على التلات خشبات الفرص بقى هنا يعني حضرتكم رسالته 11-12 فرصة خطيرة هنا إجمال الفرص للنادي أهلي 18 فرصة منهم طبعا 10 أو 11 زي ما كابت النماهر قال خطيرة جدا كان ممكن أنها تتلعب بشكل أفضل ونحرز أهداف مقابل خمس فرص بشكل عام ولكن هنا بقى الـ XG بيوضح لنا خطورة الفرص دي يعني نتخالل الـ XG النهاردة من إجمال الفرص والتزديدات وقوالة الفرص قد نصل لأربع أهداف أربع أهداف مش هدف واحد بالنسبة ناحية الثانية لزد ما فيش يعني مش محصلين مش محصلين هدف ده الـ XG الهدف المتوقع النهاردة من يعني بيز ده على طبعا الكمية الفرص والتزديدات وكل هذه الأرقام تمريرات الصحيحة النهاردة الأهلي عمل ربعمية تسعة وتلاتين تمريرة صحيحة بنسبة 81% ده بيعكس شوية اللي كان بيقوله كابتن أسامة عرابي إن كان في حضراتكم قلتوا فيه ميس باس كتير جدا الدقة يعني مش متعودين للأهلي ينزل لـ 81% كان بيصل لـ 87% وده يعني بيظهر الأرقام النهاردة بتظهر ده بشكل كبير ناحية الثانية عند زد 260 تمريرة صحيحة يعني هي أوتوف 300 وحاجة تقريباً 68% يعني نسبة الدقة 76% ده بيدلل إن الأهلي كان ماسك الكورة بشكل كبير جدا سواء على الشورت باصل التمريرات القصيرة أو حتى التمريرات الطولية النهاردة لعبنا تمريرات طولية بشكل كبير جداً 49% منهم 25% بشكل صحيح تصل الدقة لـ 51% ناحية الثانية زد لما كنا بنقول في طريقة البلد أب بتاعتهم يا كابتن أيمن ويس في حالة حيازة الكرة كان ده من بيلعبه في الماتشات باصة اتنين وبعد كده يلعب كرة طولية النهاردة يعني كان نفس الكلام ولكن الضغط العالي الشرس اللي احنا شفناه من نادي الأهلي وحنا استعرضه بعض الحالات كان لا يمكنهم ان هم يلعبوا حتى الكرات الشورت باصل فكانوا بيلجاوا اكتر ان هم يلعبوا لونج باص 50 مرة 17 بشكل صحيح دقة ضعيفة جداً 34% الكروسات بقى اللي كابتن بلالتكلم عليها النهاردة وكان مهم نتواجد اكتر من راس حربة واثنين روس حربة او يكون في زيادة عددية في منطقة الجزاء 40 كروس النهاردة من نادي الأهلي او عرضية 12 بشكل صحيح سليم وصلت وتم التعامل معها يعني بشكل سليم الخطورة ما كانتش عالية ولكن الدقة وصلت لـ 30% ناحية التانية زد 8 عرضيات فقط منهم 3 بشكل صحيح الدقة 38% الدريبلينج النهاردة المراوغات 15 للنادي الأهلي 10 بشكل صحيح دقة 67% ناحية التانية زد 13 6 فقط بشكل صحيح الدقة 46% اه بس المراوغات دي في اي جزء من الملع الدريبلينج في اي مكان في الملع اي مكان في الملع مزبوط مزبوط يعني حتى لما نيجي نستعرض على الأرقام في الدريبلينج بذاتها كابت دايماً النهاردة أفضل أفضل لاعب في الدريبلينج اللي عمل محاولات من الدريبلينج نفسها في أثناء حقيقة كان عمر كمال وشفناها بشكل كبير جداً زي ما حضراتكم شرحتوا بالزبط في الشوت الثاني زادت أرقام وعشان كده عندنا مفاجأة حنتكلم عليها بعد ما نخلص الأرقام تصديات حارس حراس المرمى النهاردة حارس مرمى زد طبعاً شل ستة والأهلي واحدة فقط زي ما قلنا ما وصلوش أصلاً يعني خسارة الكرة النهاردة 43 عند زد خسروا كرة 43 مرة في المباراة الأهلي 29 مرة خسارة الكرة ما لايش علاقة بالمسبق يعني عشان برضو نكون واضحين خسارة الكرة في حقاست الكرة ضم الضغط خسرنا الكرة ضاعت استرجاعها الفريق اللي هو زد كسب الكرة النهاردة 123 مرة للنادي الأهلي وده اللي احنا بنقول عليه ان هو بدأ ان هو يستخلص الكرة بشكل كبير جداً زد 103 الاعتراضات النهاردة بقى هنقف عند الرقم اللي ناحي التاني عند زد يعني احنا النهاردة عند الاعتراضات عند النادي الأهلي تلات اعتراضات مع التاكلينج تقريباً عشر مرات استرجعنا بها الكرة 11 مرة تشتيت او بعادل الكرة للنادي الأهلي وده رقم مش كبير مقارنة بقى الناحي التاني عند زد 32 مرة بدأوا ان هما يخرجوا الكرة ويبعدوا الكرة من منطقة الجزاء 32 مرة وده رقم بيدلل الضغط الشرس والقوة والغزارة الهجومية اللي كان عليها النادي الأهلي افضل ارقام النهاردة اعلى سكورب بالارقام يعني تخطى التمانية بوين تو كان عمر كمان افضل سكورب في اللاعبين كلهم النهاردة هو عمر كمان تعانشوا بقى ارقام عمر كمان النهاردة 90 ديه عمل ابعاد للكرة خمس مرات عمل اعتراضات مرتين بشكل صحيح عمل تاكلينج اتنين بشكل صحيح لمس الكرة النهاردة 95 مرة وده رقم كبير جدا دايما بنشوف اللمس الكرة او التمريرات الكثيرة عند السرد باكات عند الديفندر او رقم 6 مركز 6 عمر كمان النهاردة لا يعني ظهر النهاردة بشكل كويس جدا لمس الكرة 95 مرة عمل تمريرات النهاردة 51 تمريرة منهم 41 بشكل صحيح وصل لدقة 80% نستكمل مع بعض التمريرات ده بقى ناحية الهجومية بقى شوف بقى المساهمات والنهاردة عمل اربع تمريرات مفتاحية يعني النهاردة عمل تمريرات مفتاحية كان تشكل منها النهاردة فرص كبيرة ونحرص منها هداف عمل 12 كروس منهم خمسة بشكل صحيح وصل دقتهم ل42% عمل تمريرات طولية وساهم فيها خمسة منهم ثلاثة بشكل صحيح التدخلات السنائية النهاردة بقى وده الرقم من ناحية الدفاعية ظهر قوة عمر كمال فيها تخيل انهو عمل نهاردة 11 تدخل وكسب منهم 9 وده نسبة كبيرة جدا ناحية التانية في الالتحامات الهوائية أربعة كسب منهم 3 بشكل صحيح المحاولات بقى من دريبلين كنت بقول لحضرتك عليها في حالة حياة الكرة وانهو ماشي بالكرة كان بيعمل كروسات او بيعمل حتى محاولات كانت 8 منهم 6 بشكل سليم دي أرقام عمر كمال النهاردة عودته لمركزه الصحيح بتدلل بالأرقام انهو يعني لسه عنده كتير طبعا أكيد عمر كمال ولكن واضح كده انهو فعلا لو تمكن من المركز مركزه الصحيح حنشوف أرقام أفضل من كده